صباح الخير بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن يوم جديد آخر في الولايات المتحدة يحمل كثيرا من المواضيع المتنوعة التي يتابعها العالم والأمريكيون بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومنها بايدن يعتبر القصف الروسي الأخير على أوكرانيا دليلا على ضرورة الملحة لدعم كييف ويصف الهجوم بالشائن محكمة فدرالية أمريكية تمنح ولاية تيكساس الحق بوضع الأسلاك الشائكة على حدودها مع المكسيك لمواجهة الهجرة غير النظامية إضراب لعمال أمازون في عدة مدن في الولايات المتحدة وفي العالم أيضا للمطالبة بتحسين أجورهم وحقهم في التمثيل النقابي في يوم التخفيضات أو ما يعرف بالجمعات السوداء في الولايات المتحدة توقعات أن تصل المبيعات هذا العام إلى 11 مليار دولار قبل أن نستعرض مواضيعنا ننتقل إلى الزميل الحسن الحداد لتصفح معه أبرز ما عنونته الصحف الأمريكية اليوم صباح الخير الحسن أهلا نسالا مشاهدينا صباح الخير ريم وصباح الخير أيضا مشاهدينا الكرام بالفعل اليوم لدينا عنوين مختلفة في الصحافة الأمريكية متنوعة تتحدث عن قضايا مختلفة هنا وهناك نبدأ هذه الجولة مع مقال في صحيفة بوليتيكو قالت فيه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه الكثير من الفضل في توسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وذلك بعد المحاولات العديدة للمبعوث الأمريكي الخاص أمس هوكستين ووزير الخارجية أنتوني بلينكين في إقناع لبنان وإسرائيل منذ أشهر لكن الصحيفة أضافت أن العامل الحاسم في الاتفاق المفاجئ هو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يقوم بالفعل بتشكيل حسابات المقاتلين في الشرق الأوسط وأوروبا وهذا ما يمكن أن يطلق عليه تأثير ترامب على تحقيق وقف إطلاق النار نذهب إلى صحيفة أخرى وول سري جورنال قالت في إحدى مقالتها أن انسحاب حزب الله من المناطق الواقعة على طول الحدود الإسرائيلية إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية على مدى الأيام الستين المقبلة هو أمر أساسي لاتفاق وقف إطلاق النار أضافت الصحيفة أيضا أن وقف إطلاق النار جلب الإغاثة لملايين اللبنانيين بعد أشهر من الغارات الجوية فيما تأمل الحكومة الإسرائيلية أن تسبح لعشرات الآلاف من المدنيين بالعودة بالفعل إلى ديارهم صحيفة أخرى أيضا في هذه الجولة نيويورك تايمز تقول في مقال نشرته أن روسيا هاجمت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية بالصواريخ والطائرات بدون طيار فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه رد على ضربك بالأراضي الروسية بصواريخ أمريكية بعيدة المدى أضافت الصحيفة أيضا أن روسيا وأوكرانيا انخارطت في دورة متصاعدة من الضربات ضد بعضهم البعض في الأسابيع الأخيرة لكن بعض المحللين يرون بأن كلا الجانبين يحاولان تحسين موقفهما التفاوضي قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي وعد بإنهاء الصراح نختم هذه الجولة مع مجلة فورين بوليسي التي نشرت مقالا جاء فيها أن الرئيس الصيني وضع في مقاله الأخير التحديات الديمغرافية التي تواجه الصين باعتبارها فرصة استراتيجية بحسب الصحيفة فإن الرئيس الصيني قدم رؤيته لمعالجة شيخوخة السكان في البلاد وكيفية التحول من اقتصاد كثيف العمالة إلى اقتصاد مدعوم بالارتكار والتعليم والانتاجية لكن المقالة يحمل دلالات التحيز الطبقي كما أطلق عليه مما يعزز الانقسامات المجتمعية بطريقة نادرة ما يتم الاعتراف بها صراحة إذن مشاهدين كانت هذه أبرز العروين العريضة والمقالات في صحافة الأمريكية لهذا الصباح بالأكيد سنتابع المزيد معكم ومع زميلة ريم في أمريكا هذا الصباح تفضلي إليك مجددا ريم شكرا جزيلا لك الحسن بالفعل سوف نبدأ من واشنطن إذ اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القصف الروسي الأخير لأوكرانيا هو دليل على الضرورة الملحة لدعم كيف بايدن وفي بيان أصدره البيت الأبيض تعليقا على هجوم جويا ضخم شنته روسيا على منشآت للطاقة في أوكرانيا الخميس وأدى لانقطاع الكهرباء عن مليون أوكراني قال بايدن أن هذا الهجوم شائن ويذكر مرة أخرى بالحاجة الملحة وبضرورة دعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن نفسه في مواجهة العدوان الروسي أضاف بايدن أن روسيا تواصل التقليل من شأن شجاعة الشعب الأوكراني وصموده وعزمه مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف مع أكثر من 50 دولة في دعم أوكرانيا ونضالها من أجل الحرية وفق البيان موسيقى 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 اشتركوا في القناة من واشنطن معنا مراسل الحرة هشام برار أهلا ومرحبا بك هشام صباح الخير ولربما نتحدث عن هذا البيان من خلال نقطتين اثنتين الأولى هو وصف هذا الهجوم بأنه شائن وبالتالي هذا الموقف الأمريكي الذي يرفض هذه الهجمات الروسية في أوكرانيا أيضا فيما يتعلق بالحديث عن استمرار الدعم والأجواء لربما تشرح لنا الأجواء في الولايات المتحدة في إدارة بايدن في أيامها الأخيرة فيما يتعلق باستمرارية الدعم لأوكرانيا ونعم ريم هذا البيان من جانب رئيس جو بايدن هو رسالة فقط ليس لأوكرانيا والشعب الأوكراني للتعبير عن استمرار الدعم الأمريكي له أمام العدوان الروسي في آخر تجليته بهذه الهجمات بحوالي 200 ساروخ ومسيرة كما قال الرئيس الأمريكي لكن هو أيضا رسالة للرئيس القادم دونالد ترامب رئيس المنتخب البيت الأبيض لا يوجد له وهم بأن هناك توجه مختلف للرئيس المنتخب دونالد ترامب للتعامل مع أوكرانيا لسيما أنه هو الرجل الذي قال بأنه سيجعل هذا الدعم مشروطا وأنه سيقف هذا الدعم وشكك في جدوى استمرار هذه الأموال وهذه المبالغة الضخمة لدعم أوكرانيا يأتي في نفس الوقت الذي يحاول فيه جو بايدن استنفاذ جميع المخصصات المالية لأوكرانيا قبل مغادرته لبيت الأبيض تحسبا لقطع هذا الدعم العسكري لأوكرانيا في عادي ترامب لكن مسؤولين في البيت الأبيض أكدوا منذ يوم بأن هناك حوالي ستة مليارات ونصف المليار دولار ستبقى فيما يسمى بسلطة السحب وهي سلطة منحت للرئيس الأمريكي لسحب المعونات والمساعدات العسكرية من المخزونات المتواجدة لدى وزارة الدفاع الأمريكية لدعم أوكرانيا هذا المبلغ من غير المعروف ما الذي سيفعل به الرئيس القادم دولار ترامب كان سيخصه لأوكرانيا وكان سيحوله لشيء آخر لكن هناك ملامح بدأت ترتسم حول توجه ترامب بتعينه لكيت كيلوغ الجنرال المتقعد كيت كيلوغ ليكون مبعوثا خاصا للسلام في أوكرانيا والسلام هنا هي كلمة السر ترامب لطالما أكد بأنه يجب أن يكون هناك مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا وهناك مخاوف لدى إدارة بايدن كما لدى الأوروبيين بأن ترامب قد يضغط على أوكرانيا للقبول بصيغة اتفاق سلام مع روسيا يجعلها تتخلى عن بعض الأراضي لسيما تلك الأراضي التي تسيطر عليها روسيا الآن ما نعلمه من خلال هذه الملامح أيضا هو أن كيت كيلوغ الذي ينتمي إلى معهد أمريكا أولا معهد لألبحات سياسة أمريكا أولا مقرب من رئيس ترامب وضع كيت كيلوغ وشرك في وثيقة اتفاق سلام للتعامل مع الشأن الأوكرانيا الروسي هذه الوثيقة تشترط الدعم الأمريكي لأوكرانيا بانخراط من جانب أوكرانيا في مفاوضات سياسية مع روسيا وهذا على الأرجح الاتجاه الذي سيتبعه ترامب وهو تقييد الدعم الأمريكي بمفاوضات تنهي هذه الحرب كما وعد بذلك كوعد انتخابي نعم شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل حرة هشام برار على كل هذه المعلومات شكرا لك شاهدين أصدرت محكمة لسناف الفيدرالية الخامسة في نيو أورليانز قرارا يلزم الحكومة الفيدرالية بتوقف عن إزالة سياج الأسلاك الشائكة في ولاية تكساس تحديدا في منطقة إيكالباس ويعد قرار المحكمة انتصارا لتكساس في الخلاف الطويل الأمد بشأن سياسة الهجرة مع إدارة الرئيس جو بايدن والتي سعت أيضا إلى إزالة الحواجز العائمة المثبتة على نهر ريو كراندي لموضوع آخر حيث بدأ موظف عملاق التجارة الإلكترونية أمازون إضرابا عن العمل لمطالبة الشركة بتحسين ظروف عملهم وأجورهم أيضا وللفت أنظار العالم لما وصفوه بانتهاكات أمازون لحقوقهم الإضراب الذي يشارك فيه موظف أمازون من عشرين دولة حول العالم ويستمر من اليوم إلى يوم الاثنين المقبل سايبر مندي وهي أوقات مزدحمة جدا للتجارة عبر الإنترنت مع وفرة المبيعات دعا له اتحاد نقابات عمالية عالمية ونظمت احتجاجات ضمن الإضراب بعدة مدن حول العالم بما في ذلك بعض المدن في فرنسا وألمانيا ونيو ديله في الهند ومدن أمريكية موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة للمزيد مشاهدينا من النقاش والمعلومات حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الستوديو في المحرر في غرفة الأخبار زميل تمام الجاسم أهلا ومرحبا بك أهلا نريم صباح الخير يعني اعتدنا عندما نتحدث عن أمازون نتحدث عن النجاحات وعن الأموال وغيرها ولكن دعنا نتحدث في هذا الخبر الذي ذكرناه عن أسباب هذا الإضراب ما الذي يقال حوله ونحن نتحدث أيضا عن توقيته وعن أهميته ريم هذا الإضراب الذي سماه المنظمون ميك أمازون بي لنجعل أمازون تدفع أكثر لنا هو للمطالبة بتحسين ظروفهم نحن نتكلم عن مليون وستمائة ألف موظف حول العالم أمازون تسيطر على ما يقرب من 37% من التجارة الإلكترونية حول العالم شركة بهذه الضخامة تريليون دالر القيمة السوقية لها يظهر أن موظفيها يعانون من أزمات هذا الإضراب هو نتيجة تراكمات يعتقد أنه نتيجة تراكمات في تعاملات الشركة التي يتهمونها بأنها تراكم الأرباح على حسابهم ولا تقدم لهم المزيد أمازون تعتمد بالذات في توظيفاتها على الكثير من جيل الشباب وهذا الأمر ربما يدفع هؤلاء الشباب إلى الثورة في لحظة المال لأنه ليس من السهل يقبلون بفترة ما لربما بعدها تحت ظروف عندما يرون أن هناك متغيرات في الأرباح على مستوى جهدهم أو على مستوى ما يقدمونه للشركة في المقابل هناك ضعف في الخدمات التي يتلقونها والرواتب وظروف العمل فلذلك تثار هذه النوع من الإضرابات ماذا عن ما الذي يمكن أن ينجم عن مثل هكذا أضرب وفقط أريد أن أذكر بنقطة غاية في الأهمية وأنت جئت على ذكرها الآن أنهم يعتمدون جدا على التجارة الإلكترونية نحن في أسبوع هام جدا كيف يمكن أن يؤثر هذا الإضراب وكيف يمكن أن يتم التعامل معه هناك شقين في هذه القصة أو في هذا الإضراب ريم في الوقت الحالي نحن نتكلم فعلا عن أسبوع حافل من المبيعات منعا مفترض أن تكون أمازون قد تهيئت له لأنه موسم الأرباح بالنسبة لها هذه الفترة وحتى في موسم أعياد الميلاد غالبا ما تكون التجارة الإلكترونية عبر أمازون كبيرة ولذلك اختيار تنظيم هذا الإضراب في هذا الوقت ربما يظهر أنه الغاية منه الضغط على أمازون الخصة الأخرى وهي من دعا لهذا الإضراب هو اتحاد عالمي للموظفين حول العالم وهذا يدخل الشق النزاعي القانوني في حال تطور هذا الشق إلى نوع آخر من النزاع أنت عندما تتعاملين أو شركة أمازون عندما تتعامل مع إضراب فردي في مدن معينة في جهات معينة في دولة معينة يمكن احتوائه قد يتم احتوائه أما عندما يتحول إلى عالمي وبرعاية اتحادات فالنزاع القانوني سيصبح طويل الأمد ممكن أن يأتي بمكاسب كثيرة للموظفين أمازون لا تنسين أنها واحدة من أكبر الشركات التي بدأت تعتمد التكنولوجيا الحديثة في عمليات التوظيف وهذا قد يساهم في تقليل حجم الموظفين وبالتالي إذا كان الإضراب سيضغط على أمازون لاتجاه تقديم تنازلات أكثر سواء في الرواتب في المزايا التفضيلية للموظفين قد يدفع أمازون لتقليل التوظيف على حساب زيادة الأتمة وزيادة العمليات الآلية داخلها لذلك ربما لجأ الموظفون إلى نوع من الاتحادات العالمية لكي يحصلوا على أكبر قدر لنأمل هذا السيناريو تمام شكرا جزيلا لك تمام جاسم على كل هذه المعلومات والشرح شكرا ريم مستمرون معكم في أمريكا هذا الصباح ماذا لدينا بعد الفاصل حسن؟ بالفعل ريم لدينا الكثير من الملفات العالمية المتنوعة بعد الفاصل من هذه الملفات نتابع أصيل تعلن نيتها تمديد الإعفاءات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأمريكية حتى 28 من فبراير من عام 2025 من جديد أهلا بكم مشاهدين في أمريكا هذا الصباح إذن دعونا نبقي نظرة على العالم من خلال الأخبار العالمية نبدأ هذه الجولة من الملف اللبناني حيث أفاد مصدر أمني اللبناني للحر عن سقوط عدد من الجرح جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار في منطقتين بنت جبيل وعيترون جنوبية لبنان في وقت قال فيه الجيش اللبناني أن طيران الحربية الإسرائيلي اخترق الأجواء اللبنانية تمرات عدة مستهدفا بعض المواقع بأسلحة مختلفة يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي حضرا لانتقال باتجاه القرى الحدودية على السكان اللبنانيين حتى إشعار آخر فيما أكد قائد المنطقة الشمالية خلال جولة ميدانية في جنوب لبنان همية فرض وقف إطلاق النار بشكل صارم ومنع عودة حزب الله إلى المناطق الجنوبية أفدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجم داود الحمرى بوقوع تسع إصابات ثلاثة منهم في حالة خطيرة جراء إطلاق مسلحين النار باتجاه حافلة بالقرب من مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية من جانبه نقل مراسل الحرة في تل أبيب عن بيان للجيش الإسرائيلي قوله إنه أحيد منفذ الهجوم على حافلة الركاب بالقرب من المستوطنة في الضفة الغربية وإنه يحقق في الهجوم وفي رسالة وجهة رئيس الأركان الإسرائيلي هيرسي هاليفي إلى قادة الجيش الإسرائيلي قال في هذه الرسالة هاليفي إنه في ختام التحقيقات الجارية بشان أحداث السابع من أكتوبر من عام 2023 سيتم اتخاذ قرارات شخصية وتحمل المسؤوليات كقادة من أعلى الهرم إلى أدنى حسب تعبيره تأتي هذه التصريحات بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن أن وزير الدفاع إسرائيل كاتس اتخذ قرارا شمل تجميد تعيين قائد جديد لوحدة الاستخبارات 8200 وقائد لواء المضليين وهم من المناصب الحساسة في الجيش الإسرائيلي وذلك دون إبلاغ رئيس الأركان أو الضباط المعينين مما أدى إلى حالة من توتر بين المؤسستين تعونا نتعرف على التفاصيل معنا من بيروت مراسلة الحرة رودين أبي خليل ومن تلبيب مراسل الحرة يحيى قاسم مرحبا بكم زملائي الكرام لعلي أبدأ معك رودين وأنت في بيروت كيف يبدو اليوم الثالث لهذا الوقف لإطلاق النار ما الذي سجل في ثالث الأيام الحسن يتحدث الجانب اللبناني عن بعض الخروقات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي قائلا بأن هناك إطلاق أولا لقذيفة مدفعية صباح هذا اليوم من جانب الجيش الإسرائيلي على منطقة لخيام في القطاع الشرق للحدود هذا بالإضافة إلى عملية تمشيد والأسلحة الرشاشة قام بها الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة مارون الراس أيضا عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية وكذلك قبل وقت قليل أفدت الوكالة رسميا لأعلن في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة باتجاه منزل ودمره في منطقة برج الملوك أيضا في القطاع الشرق للحدود اللبنانية الإسرائيلية يتزامن ذلك مع استمرار انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان لسيما جنوبي الليطاني هو يحاول تعزيز عدد عناصري في هذه المناطق وصل عدد العناصر إلى حوالي أربعة ألاف من الجيش اللبناني وهو ينتظر رفع ذلك إلى عشرة ألاف من أجل تنفيذ المهمات المناطة بها في الأيام المقبلة أيضا مواكبة لسريان وقف إطلاق النار من ناحية أخرى أيضا هناك استمرار لإغفال مداخل في جنوبية لبنان لسيما أن الجيش اللبناني يقول بأن في هذه المناطق لا يزال هناك انتشار للجيش الإسرائيلي وهذا يشكل خطرا أمنيا على النازحين الراغبين بالعودة إليها أما بالنسبة للمناطق الأخرى لسيما في بيروت والضاحية الجنوبية لها فأن عدد النازحين العائدين يرتفع ولتزال هذه الشوارع تشهد زحمة السير بسبب عودة النازحين وهناك مطالبات بإقرار خطة واضحة من قبل الحكومة والجهات المعنية في لبنان لمرحلة إعادة الأعمار وكيفية توزيع التعويضات على المواطنين في مختلف المناطق الحسنة نتحول إلى إحياء قاسم ماذا يقول الجيش الإسرائيلي ما الذي جد في ثالث الأيام ما هي التصريحات ما الذي سجل أيضا من الجانب الإسرائيلي بكل تأكيد الحسن الجيش الإسرائيلي يقول أنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النازح ذلك خلال جولة ميدانية قام بها قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي الميجر جنرال أوري جوردين في داخل الأراضي اللبنانية لا تزال نالك عدد من القوات الإسرائيلية المتواجدة في داخل الأراضي اللبنانية وفقا للاتفاق الذي يقضي بسحب كافة القوات الإسرائيلية في غضون ستين يوما وبالتالي كان قد أصدر الجيش بيانا تحدث فيه عن المناطق المحظورة للسكان اللبنانيين بالعودة إليها في كافة ساعات اليوم لكن قبل قليل أيضا كان هناك تحذير من قبل الجيش الإسرائيلي يتعلق بالتحرك جنوب الليطاني وهو عمليا ما نشهده في كل يوم منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا في البيان الأخير الذي صدر منه تحدث الجيش عن منع التحرك للسكان اللبنانيين في المناطق جنوب الليطاني وأولئك الذين يتواجدون جنوب الليطاني طلبهم أيضا بعدم الانتقال والتحرك في السيارات باعتبار أنه في الأيام الماضية كان قد تم استهدافهم بواسطة المدفعية والقذائف التحذيرية من قبل المدفعية تحديدا من قبل الجيش الإسرائيلي هذا يعني ما يتم على الجباء الشمالية من ناحية البلدات في الجليل وفي كافة أنحاء شمالي البلاد ففي الجولة التي قمت بها اليوم كان هناك حالة من الهدوء النسبي نوع من الارتياح يمكن أن نقول في صفوف المواطنين كنا قد تجولنا في مدينة كرمئلة التي تعرضت لإطلاق قذائف وبعض من الأماكن الأخرى لكن هناك حالة من الارتياح وتعويل من قبل الجانب الإسرائيلي على الأقل من قبل المواطنين أن تستمر حالة وقف إطلاق النار حركة سياحة نشطة يمكن أن نقول كانت في نهاية الأسبوع اليوم في يوم الجمعة واختناقات مرورية بسبب هذه الحركة التي كانت في مناطق عدة لكن بالتوازي مع ما يجري في الشمال كانت هناك أيضا عملية إطلاق نار بالقرب من أريئيل في الضفة الغربية أصيب من جرائها تسعة إسرائيليين بينهم اثنان وصفت جراحهما ببالغة الخطورة في حين أنه تم تنفيذ إطلاق نار باتجاه المنفذ وتم تحييده فيما يتعلق بقطاع غزة الوضع هناك طيب يحيى فقط عذرني على المقاطعة عذرني على المقاطعة فيما يتعلق بعملية المستوطنة هذه أريئيل أين وصلت التحقيقات ماذا وراء ما حدث وصلت التحقيقات إلى ما يلي أن المنفذ كان يتواجد في منطقة أفيشار في المفترق القريب من سلفيت في شمالية الضفة الغربية بالقرب من مستوطنة أريئيل هناك قام بإطلاق النار باتجاه حافلة كانت تقل إسرائيليين البعض يقول أنهم جنود بعض آخر يقول أنهم مستوطنون لكن على أي حال كان قد أصيب من جراء إطلاق النار تسعة اثنان منهم من إصابات مباشرة والآخرون من جراء إصابتهم بشضايا من الزجاج الذي تنثر هناك وقد تم نقل كافة المصابين لتلقي العلاج بطبيعة الحالة الشرطة قامت بإغلاق المكان من أجل تمشيطه وكذلك الجيش بالإضافة إلى جهاز الأمن العام الذي يواصل التحقيق لمعرفة إذا كان من يقف وراء هذه العملية هو شخص بمفرده أم تنظيم باعتبار أن مثل هذه العمليات كانت قد تكررت في الأيام الأخيرة وكان قد تحدث عن ذلك بصورة واضحة بالأمس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس معتبرا ومتهما إيران بأنها هي التي تقوم بتمويل كل هذه النشاطات إن كان ذلك في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الجبهة الشمالية مع لبنان شكرا جزيلا يحيى قاسم مراسل الحرة من تل أبيب كذلك رودين بخليل مراسلة الحرة من بيروت أفد مراسل الحرة بمقتل ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في شارع الوحدة ومحيط منطقة الصناعة في مدينة غزة كما قتل خمسة فلسطينيين في قصف استهدف منزلا في مخيم النصرات وسط قطاع غزة وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع قتل أربعة أشخاص من بينهم سيدة وطفلان نتيجة قصف إسرائيلي طال خيمة للنزحين في مواصل مدينة تسبب تدافع أمام أحد المخابز في مدينة دير البلح وسط القطاع إلى وفاة سيدتين وطفلة يأتي ذلك في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فرص نجاة سكان قطاع غزة تتراجع يوميا مؤكدة الحاجة الماسة لتوفير الوقود للمستشفيات للمزيد من المتابعة معنا من خان يونس جنوبية قطاع غزة مراسل الحرة من هناك سيف الصويتي سيف أهلا بك سيف أين تركزت العمليات خلال الساعات الماضية نعم تحية الحسن لربما ضربات الجوية الإسرائيلية وعملياتها العسكرية أيضا تركزت في شمال قطاع غزة وبالتحديد في منطقة مشروع بيت لاهية نتحدث عن استهداف سلسلة من المنازل المأهولة بالسكان وكذلك القصف المدفعي المتواصل تجاه مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة بالطبع نحن نتحدث عن عشرات الضحايا والجرحة نتيجة هذه نتيجة عمليات القصف ولكن بالطبع كما المعلوم الحسن لاوجد خدمات طبية ولا حتى خدمات إنقاذية بشكل عام في شمال قطاع غزة عدا عن ذلك منطقة الصفطاوي في شمال قطاع غزة تشهد عمليات نسف وتدمير للمنازل والوحدة السكنية في هذه المنطقة وهذه المرة إلى الغرب من الصفطاوي أي بمعنى من جهة مغايرة كما كان أو كما جرى المعتاد خلال الأيام الماضية على أي اتحال ربما في وسط قطاع غزة أيضا نحن نتحدث عن عملية عسكرية إسرائيلية محدودة استمرت لعدة ساعات بعد إعادة أو التراجع الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح من شمال مخيم النصيرات وإعادة تموضعه بآلياته ودباباته العسكرية تمكنت طواقم الدفاع المدني من الدخول إلى هذه المناطق التي كانت تشهد عمليات عسكرية استطاعت طواقم الدفاع المدني انتشال تسعة عشر جثة من هذه المناطق وبالتالي ارتفاع في حصيلة الضحايا نتيجة عمليات القصف والتدمير التي قام بها الجيش الإسرائيلي وحتى أيضا هذه العمليات طالت دمار في البنية التحتية والمنازل والوحدات السكنية ولربما كان حجم الدمار مهول وكبير في المناطق الشمالية لمخيم النصيرات لربما وبحسب وزارة الصحة الحسن نتحدث عن 33 قتيل بالإضافة إلى أكثر من 130 إصابة وصلت إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية عاد عن ذلك ما حدث في وسط مدينة دير البلح وبالتحديد وسط القطاع حيث مقتل لمرأتين وطفلة نتيجة التدافع أمام أحد المخابز بعد أن أعاد فتح أبوابه لتقديم الخبز للنازحين والسكان ولكن لحجم الكارثة وحجم المأساة التي يحياها النازحون في وسط وجنوب قطاع غزة نتيجة أزمة الدقيق حصلت لدافع شديد ومريب للنازحين والسكان من أجل الحصول على الخبز أدى لمقتل امرأتين وطفلة وهذا الأمر بالطبع الحسن مربوط بمدى القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات والإمدادات الطبية لوسط وجنوب قطاع غزة وأيضا التحذيرات القائمة من قبل المنظمات الدولية بضرورة إيجاد حل لأزمة الدقيق وكذلك أزمة الغذاء بشكل عام في وسط وجنوب قطاع غزة الحسن شكرا جزيلا سيف الصيطي مراسل حرة من خان يونس جنوبي قطاع غزة شكرا لك الآن مشاهدين دعونا نذهب سويا إلى غرفة أخبار الحرة ومعنا من هناك الزميل حيدر المحرابي لنتعرف معه على أبرز ملفات الحرة الليلة لهذا اليوم صباح الخير حيدر ومنور هذا الصباح ماذا لديك اليوم من ملفات أساسية في ساعتين الحرة الليلة الحسن صباح الخير لك ورئيم ولكل المشاهدين تسلم أنت منور ما شاء الله عليك مواضيع كثيرة الحقيقة عندنا اليوم في الحرة الليلة طبعا سنستمر بالحديث عن الهدنة في لبنان ملف الحرب هذه الخروقات التي تجري بين الحين والآخر نسأل لماذا ما تزال هناك تحذيرات كثيرة من الجيش الإسرائيلي لسكان الجنوب من العودة إلى مناطقهم أيضا هناك حديث داخل إسرائيل أن ما يجري هو هدنة لستين يوما وليس انتهاء للحرب سنستفسر أكثر عن هذا الموضوع أيضا هناك الحسن في قطع غزة سنتحدث عن الوضع الإنساني المتدهور ومصير هذه الحرب في السودان أيضا الأمم المتحدة تقول بأن الوضع متدهور جدا في هذا البلد ونسأل عن دور المجتمع الدولي فيه الساعة الثانية هناك تغطية مستمرة من الحرة عن إيران صناعة الفوضى نناقش هل هناك أي استراتيجية لرئيس المنتخب دونالد ترامب بدعم المعارضة حينما يأتي إلى البيت الأبيض أيضا ما هو الدور المعول على المعارضة الإيرانية فيها الخارج أيضا في الحرة الليلة سنبحث أبعاد وخلفية ما يجري في سوريا ونسأل إذا ما كان هناك دور لإيران في ما يجري هناك ذلك الحسن كما تعلم الكثير من المواضيع يمكن متابعتها ولكن هذه أبرز المواضيع التي سنناقش على مدى ساعتين في الحرة الليلة هذا اليوم بالتأكيد حيدر سنتابع وسيتابع المشاهد الساعتين من الحرة الليلة شكرا جزيلا لك حيدر المحرابي أنت معنا في غرفة الأخبار سأتي لك بعد نهاية هذه الساعة لكن نواصل هذه الساعة وهذا الصباح حيث قالت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصينية الجمعة أن الصين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأمريكية حتى 28 من فبراير من العام المقبل قالت اللجنة إن العناصر المدرجة بفهم في ذلك قام المعادن الأرضية النادرة والمطاهرات الطبية وبطاريات النيكل وغيرها ستظل معفاه من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة كإجراءات مضادة لإجراءات المادة 301 الأمريكية مستمرون معكم في هذا الصباح ماذا لدينا بعد الفاصرين الحسن مواضيع متنوعة نتابعها بعد الفاصل ومنها مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر يقول في مقابلة خاصة مع الحرة إن الوكالة حققت على مدار 40 عاما إنجازات ومشروعات شراكة مع الحكومة المصرية تجاوزت 30 مليار دولار أهلا بكم مجددا مشاهدين توقعت شركة مريل لينش الاستثمارية أن تصل مبيعات الجمعة السوداء إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام حيث من المتوقع أن تبلغ مبيعات التجزئ في الولايات المتحدة حوالي 11 مليار دولار بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي وذلك بالرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي مما يشير إلى وجود طلب استهلاكي قوي وقالت الشركة أن حوالي 70% من المستهلكين في الولايات المتحدة يخططون للتسوق عبر الإنترنت في يوم الجمعة السوداء مما يؤكد الأهمية المتزايدة لمنصات التجارة الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر مشاهدين من ولاية فلوريدا ينضم إلينا مراسلنا رضا بوشفرة أهلا ومرحبا بك رضا لربما هو تأثير لبلاك فرايدي أن نراك أمام سوق تجاري في هذه الساعة المبكرة حدثنا عن هذا اليوم وما الذي يعنيه بالنسبة للأمريكيين نعم صباح الخير ريم طبعا ظاهرة البلاك فرايدي أو الجمعة السوداء هي ظاهرة مرتبطة ظاهرة تسويقية مرتبطة بالجمعة التي تلي عيد الشكر بدأت في خمسينيات القرن الماضي وبالضبط في مدينة إلادلفيا بولاية بنسلفينيا حيث أنه بعد عيد الشكر كان هناك زحمة كبيرة وكان هناك فوضى ومضطر الشرطة في هذه المدينة أن تتدخل لوقف هذه الفوضى وسميت منذ ذلك الحين بالجمعة السوداء طبعا المفاهيم تغيرت والدنيا تغيرت فأصبح لهذا اليوم بعد إيجابي ودولي بلاك فلاير ديل لا يحتفل به فقط في الولايات المتحدة بل أيضا في دول أوروبية وأيضا في كثير من دول الشرق الأوسط بسبب الأنترنت وانتشار هذه الظاهرة الأمريكيين يدخرون العديد كثير من الأموال من أجل التبضع خلال هذا اليوم نعم وبالحديث عن هذا اليوم وعما ينتظره الأمريكيون من المتوقع أن تبلغ مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة حوالي 11 مليار دولار حدثنا عن العقلية في هذا التسوق في هذا اليوم وفيما يتعلق بالتسوق عبر الإنترنت أو هو تسوق شخصي في المولاد في البداية ريم حسب الرابطة الوطنية للبيع بالتجزئة فإن هذه السنة ستشهد زيادة بقادرها 9.9% يعني 10% تقريبا مقارنة بالسنة الماضية نحن نتكلم عن قرابة 11 مليار دولار وهو رقم ضخم إذا قارنناه بالسنوات الماضية أما فيما يخص بالمبيعات عبر الأنترنت فهي تشكل 60% من المبيعات خلال هذا اليوم لكن يبقى عددها من الأمريكيين حوالي 40% من الأمريكيين يفضلون التسوق في المحلات التجارية أو المولات مثل هذا المكان الذي نتوجد فيه حاليا وذلك من أجل يعني معاينة البضائع بشكل مباشر وتتربع على عرش المبيعات خلال الجمعة السوداء أو بلاك فرايدر المبيعات الإلكترونية وعلى رأسها الهواتف واللوائح الذكية التي تلقى رواجا كبيرا خلال هذا اليوم نعم شكرا جزيلا لك من ولاية فلوريدا وراسل الحرة رضا بوشفر شكرا لك رضا أكد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أن الوكالة تتطلع لاستمرار برامجها في مصر على نطاق أوسع في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة لأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يؤمن بالتقارب القوي مع مصر حسب قوله وفي مقابلة خاصة مع الحرم قال جونز أن الوكالة حققت على مداري 40 عاما إنجازات ومشاريع شراكة مع الحكومة المصرية تجاوزت 30 مليار دولار مضيفا أن الوكالة تعد ذلك استثمارا في الشعب المصري والاقتصاد المصري شاهدين متابع هذه المقابلة كاملة والمزيد من الأخبار على رأس السام إلى اللقاء أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الخاص مع السيد جون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أهلا بك سيد جونز على شاشة الحرة وشكرا لقبولك الدعوة دعنا نبدأ بالأرقام وتصريحات حضرتك عن أن الوكالة حققت على مداري 40 عاما الماضية إنجازات ومشروعات مع الحكومة المصرية تجاوزت 30 مليار دولار لو تحدثنا عن طبيعة هذا الالتزام كبير الحجم وطويل الأمد أيضا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فخورة للغاية بالتاريخ الطويل الذي لدينا في مصر منذ عام 1978 استثمرنا وأستخدم هذه الكلمة عن عمد إنه استثمار في الشعب المصري لقد استثمرنا أكثر من 30 مليار دولار في الشعب المصري وفي الاقتصاد المصري وفي المؤسسات المصرية منذ عام 1978 وهذا مستمر الطريقة التي نعمل بها الآن هي من خلال الشراكة والعمل عن كثب مع الشعب المصري والمجتمع ولكن أيضا مع المؤسسات ومع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني هؤلاء هم جميع شركائنا في جميع أنحاء البلاد سيد جونس إذا أردنا أن نخود أكثر في التفاصيل ونتحدث عن المبادرات التي تقوم بها الوكالة والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وأيضا تلك التي تتعلق بالدعم الأمريكي المستمر للإصلاحات التي تقود إلى اقتصاد يقود القطاع الخاص كل برامجنا تتعلق بضمان أن النساء والشباب والفئات المهمشة والأشخاص ذو الإعاقة وكل فرد في الاقتصاد يحصل على نفس الفرص ثانيا نحن نركز أيضا على ضمان أن الاقتصاد ونموه في البلاد يقوده القطاع الخاص في النهاية نريد دعم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة تركز على تنظيم وتحديد المعايير للنمو الاقتصادي الإيجابي مع السماح للقطاع الخاص بأخذ موقعه الصحيح في القيادة في النمو وفي خلق الوظائف وفي الإمكانيات الاقتصادية وفي الاستثمار في تلك المجالة وأخيرا بالطبع نحن نركز على دعم أنواع الإصلاحات التي تركز عليها حكومة مصر حاليا أشياء تدعم الأعمال الخاصة للنمو وتقليل بعض التعقيدات الإدارية أو الضريبية وتلك الأعباء على القطاع الخاص والتأكد من أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق الوظائف في البلاد أيضا وبالطبع جميع هذه الإصلاحات تضمن أن كل مصري لديه نفس الفرصة مثل أي شخص آخر للدخول للاقتصاد والمساهمة والاستفادة والازدهار وكيف تتأكدون من ذلك؟ هل تجدون أي تحديات في الحصول على المعلومات الدقيقة والأرقام عندما تتعاملون مع المؤسسات الحكومية أو غير ذلك؟ نحن محظوظون بالشراكات التي لدينا مع الحكومة وأيضا مع القطاع الخاص ونحن عندما نتحدث مع الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال نقدم لهم مساعدتنا هذه هي المساعدة حقا أليس كذلك؟ إنها مساعدة للشريك في علاقة شراكة فإذا كانت هناك وزارة تواجه صعوبة في نوع من التغيير أو الإصلاح الذي ترغب في القيام به فنحن لدينا الخبرات ليس فقط خبرات أمريكية وإنما نحن نستقطب الخبرات من جميع أنحاء العالم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نشطة في أكثر من 85 دولة ونختار أفضل وألمع الأفكار من جميع تلك الدول ويمكننا تقدمها إلى مصر تماما كما نقوم بجلب أفضل الأفكار من مصر إلى دول أخرى ومشاركتها مع جميع تلك الدول الأخرى نحن نجري هذه المقابلة معك تزامنا مع حملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع وفي مقدمته العنف ضد المرأة ما هي أوجه تعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا؟ نركز في كثير من أعمالنا على تمكين المرأة والتأكد من أن النساء لديهن نفس الفرص مثل الرجال في المجتمع المصري ولديهن نفس الفرص بمجب القانون سواء كان ذلك لتطوير أعمالهن أو للتعامل مع القضايا المدنية أو لتربية أطفالهن بطريقة يشعرن أنها الطريقة الصحيحة وكجزء من هذا التمكين نريد التأكد من حصول النساء على المعلومات وأن لديهن فرصا متساوية أو ربما فرصا أفضل في الوصول لخدمات الصحية تميل النساء إلى أن يكون صانعات القرار في أسرهن بشأن الصحة لذا يجب التأكد من توفير الرعاية الصحية ليس فقط لهن ولكن أيضا لأطفالهن نريد أيضا دعم جميع الجهود لضمان أن الفتيات والسيدات لديهن فرصا متكافئة في الوصول إلى التعليم وإلى أي مدى هنا تجدون تحديات في التعامل مع عقليات ربما مختلفة عائلات محافظة ربما لها تحفظات على إرسال بناتها إلى الجامعات والمدارس هل هناك تحديات في هذا وكيف تعملتم معها؟ بالطبع إنه تحدي للجميع إنه تحدي لنا في تقديم أفكار جديدة لبعض العائلات في المجتمعات المحافظة ولكن ما رأيناه في جميع أنحاء البلاد هو شجاعة مذهلة ليس فقط من النساء ولكن من الرجال أيضا ومن الرموز الدينية وعناصر أخرى من المجتمع الذين ليسوا معتادين على بعض هذه الأفكار ولكن ما وجدناه أيضا وأتحدث عن رائدات الأعمال والنساء التي يدرسنا أو يتعلمنا القراءة لأول مرة في سن الأربعين والأشخاص الذين يرون أفكارا جديدة يدهشني أن شخصا واحدا في المجتمع يمكنه أن ينجح ليظهر لبقية المجتمع أنه ليس خطرا على النساء أن يتمتعن بنفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها الذكور في مجتمعاتهم بوجهة نظرك ما هو تأثير هذه المبادرات على تحسين جودة حياة النساء وخلق فرص جديدة لهم لقد تأثرنا بشكل كبير بالاستجابة والأثر الذي حققنا والذي شهدته المجتمعات المصرية نتيجة للاستثمارات التي نقوم بها على سبيل المثال هناك بعض النتائج الرئيسية التي حدثت واحدة من الأشياء التي لاحظناها هي المرسوم الرئاسي رقم 50 في عام 2014 الذي عدر المواد في قانون العقوبات في البلاد وما فعلته تلك التغييرات القانونية هي أنها جرمت التحرش الجنسي في مصر للمرة الأولى في تأريخها وللمرة الأولى تم حماية النساء من التحرش الجنسي الذي يتعرضن له من الرجال كما أن القانون أقر عقوبات على التحرش الجنسي مجددا للمرة الأولى تتم حماية النساء بطريقة لم يكن بإمكانهن الحصول عليها من قبل نحن أيضا ندعم طرق الحكومة المصرية في تقيل ختان الإناث وفي هذا السياق سأقرأ بعض الإحصاءات إنها حقا مذهلة أشار المسح الوطني المصري لصحة الأسر إلى أن ختان الإناث قد انخفض من 92% في العام 2014 إلى 86% في العام 2021 ولكن الشيء الأكثر أهمية هو نوايا الأسر في عام 2014 كانت 56% من الأسر تريد إخضاع الفتيات الصغيرات في أسرهم لختان الإناث هذه النسبة أصبحت الآن 27% فقط ربع الأسر المصرية تفكر الآن في أن ختان الإناث هو شيء ترغب في إخضاع بناتها له وهنا سيد جونس كيف تقيمون النجاح لهذه المبادرات؟ ما هي المعايير التي تتأكدون من خلالها أن هذه البرامج بالفعل قد حققت الهدف منها؟ واحدة من الواجبات الأساسية التي يجب على كل موظف حكومي القيام بها وأنا موظف حكومي يتأكد من أننا نستمع إلى الأشخاص الذين يستفيدون حقا من برامجنا نحن نتحدث مع العديد من الأشخاص الذين هم جزء من أنشطتنا ومشاريعنا وجزء من استثمارتنا في جميع أنحاء البلاد ونسأل بشكل خاص نساءنا وشبابنا كيف يستفيدون من أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو من الشراكة بين الشعب الأمريكي والشعب المصري ونحن نجد أنه من المفيد جدا الحصول على تلك التعليقات ولدينا القدرة على تعديل أدائنا واستثماراتنا على الفور عندما لا تسير الأمور بشكل جيد أو للاستثمار ربما مرتين أو ثلاث مرات من المبلغ إذا وجدنا شيئا يعمل بشكل جيد جدا هل هناك قصة نجاح محددة تتذكرها تريد أن تشاركها معنا سواء كان ذلك على صعيد تنمية الاقتصادية أو على صعيد تمكين المرأة نطاق آخر حققنا فيه نجاحا كبيرا هو برنامج داوي وداوي هو فرصة عبر الإنترنت للبنات والنساء في جميع أنحاء مصر للنظر في طرق يمكن من خلالها بفضل ثقتهم بأنفسهم وشجاعتهم التفكير في أفكار تمكنهم اقتصاديا حتى الآن قام أكثر من ستين مليون شخص بتسجيل الدخول إلى داوي لتحديد طرق قد تمكنهم من بدء عمل جديد أو التفكير في فرص تعليمية أو ربما وظائف جديدة تسمح للنساء بأن يكون لديهن مسار مهني أطول ونحن سعداء جدا بذلك وقد تم الوصول إلى أكثر من 450 ألف عضوة من المجتمع في الواقع داخل القرى المصرية من خلال برنامج داوي لذا فهي فرصة حقيقية فقط لتعرف النساء المصريات بالعدد المذهل من الفرص المتاحة لهن في جميع أنحاء البلاد إذا تحدثنا عن المستقبل ما هو دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر في التحفيز النمو الشامل هل هناك مجالات لم تتطرقوا إليها من قبل وتريدون التركيز عليها في الفترة المقبلة بالطبع الكثير من العمل الذي كنا نقوم به نرغب في الاستمرار فيه واحدة من أسوأ الأشياء التي يمكن أن يفعلها الشريك ونحن شريك للشعب المصري هي أن نتوقف عن القيام بشيء كان ناجحا جدا في الماضي نتعلم من أخطائنا ونساعد الحكومة المصرية على التعلم من الأشياء التي تعمل بشكل جيد جدا ونريد أن نستمر في دعم تلك البرامج في المستقبل لإخراج المزيد من الأشخاص من برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو من برامج تطوير القوى العاملة أو الحصول على قروض من البنوك أو أن يكونوا قادة في مجتمعاتهم ومنظماتهم سنستمر في الاستثمار في تلك البرامج وأولئك الأشخاص ومن ثم عند التفكير في المستقبل ما نركز عليه حقا الآن مرة أخرى تحت توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو ضمان أن تكون الحكومة المصرية داعمة بشكل متزايد للقطاع الخاص وقيادته داخل الاقتصاد وأنها ستستثمر في الشركات وأنها ستسمح لتلك الشركات بعدم الحاجة إلى المنافسة مع الشركات الحكومية بل تكون الشركات الخاصة هي محرك النمو الرئيسي وما هي توقعتك إذن عن دور ومساهمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة سوف يستمر الشعب الأمريكي في الاستثمار في مصر حيث تتشارك مصر وأمريكا تاريخا طويلا جدا معا ومن وجهة نظر الأمريكيين فإن العلاقات مع مصر هي واحدة من أقرب العلاقات التي لديها في أي مكان آخر في العالم نتيجة لذلك عند التفكير في التغييرات السياسية التي نرحب بها في الولايات المتحدة فسوف يكون لدينا رئيس جديد في يناير المقبل والرئيس ترامب إذا نظرنا إلى إدارته السابقة فقد أشار إلى أن العلاقات مع مصر واحدة من تلك العلاقات القوية المهمة التي يريد الاستمرار في الاستثمار فيها ونحن نتوقع أن برامجنا ستستمر وأن لدينا الفرصة للاستثمار في الشعب المصري لفترة طويلة جدا سيد جون جونس مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شكرا جزيلا لوجودك معنا مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء